أكد أسفير المصري لدى زامبيا معتز أنور أن زيارة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لوساكا تكتسب أهمية خاصة كون الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يزور زامبيا منذ الاستقلال وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أوضح أسفير المصري أن مصر قدمت الدعم للأشقاء في زامبيا من خلال تدريب الكوادر خاصة في مجالات التعليم والصحة والزرع الأهمية بتاعت الزيارة الحقيقة هي أهمية استثنائية لأنه منذ استقلال زامبيا سنة 65 وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم يسبق أنه قام رئيس مصري بزيارة زامبيا هذه أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى زامبيا ودام خليها موضع حفاوة واحتفاء كبير من جانب الزامبي بهذه الزيارة نظراً للأهمية التاريخية لمصر كان دائماً فيه علاقات قوية جداً ما بين كينث كوينبا اللي هو بيعتبر بيسمومه أبو الأمة الزامبية أو الرئيس لزامبي بعد الاستقلال والغاية سنة 91 جمعته علاقات طيبة جداً بكل من الرؤساء جمع العبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك بعد كده يعني رغم ذلك لم تتاح الفرصة لأي رئيس مصري أنه يكون موجود طبعاً المصر تتمتع بإرث ورصيد كبير هنا في العدد الشعب الزامبي بداية من مساعدات كبيرة من فترة ما بعد الاستقلال بداية من تواجد عدد كبيرة من الخبراء المصريين في مجالات مختلفة في مجالات التعليم والصحة تحديداً هنا لا يكاد يكون فيه طبيب زامبي إلا وإما تلقى العلم على يد أحد الأساتزة المصريين عندنا هنا كذلك عدد كبير من مستشفى قبطي بيعمل بكفاءة عالية جداً ويعتبر من أهم المستشفيات الموجودة في زامبيا كمان في مجال الزراعة عندنا مزرعتين مشتركتين موجودتين هنا من سنة 2006 والأخرى من 2018 والاثنين بيعتبروا أصحاب أعلى انتاجية زراعية في زامبيا ففي المجمل السمعة التي يتمتع بها مصر في عيون المواطن الزامبي هي سمعة طيبة للغاية وبينظر إليها بإكبار وباحترام شديدين وده بينعكس النهاردة في وصول السيد الرئيس لزامبيا محط اهتمام كبير من وسائل الإعلام من كوافة الأوساط والدوائر الرسمية والشعبية كما أضف سفير مصر لدى زامبيا معتز أنور أن الرؤية المصرية خلال رئاسة مصر للكوميسا تركزت على إظهار البعد التنموي في المجالات المختلفة وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد سفير المصري لدى زامبيا أن مصر قدمت مبادرات من أجل تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي بين الدول الأعضاء خاصة في مجالات البنية التحتية هو الحقيقة يعني احنا في إطار رئاستنا للكوميسا اللي انتدت لحوالي عام ونصف تقريبا من نوفمبر 2021 الحقيقة بتوجيهات من القيادة السياسية كان فيه تركيز على إبراز البعد التنموي في مجالات مختلفة الحقيقة كنا بنركز على تكامل الأعمال بمعنى أنه يكون هناك يعني تقدمنا بمفهوم للتكامل الصناعي الإقليمي ما بين الدول الأعضاء بحيث أنه يكون فيه نوع من التنسيق في السياسات التنموية والتصنيعية لذات البعد التصنيعي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى ذلك كان فيه تكامل في مجالات البنية التحتية فيه مشروع على رأس ومشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط مشروع فيك ماد وده خطينا خطوات جيدة ومصر استضافت في نوفمبر اللي فات بأول مؤتمر وزاري للدول لوزراء النقل في الدول الداخلية في هذا المشروع واللي بنأمل أنه يشهد في الفترة القادمة طفرة في تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الجدوى بتاعته ووصول إن شاء الله إلى التحقيق وطبعا سيدة الرئيس بيعتبر رائد للبنية التحتية في أفريقيا على مستوى الاتحاد الأفريقي ككل وكان ده جزء من الاهتمام الليبنولي عندنا كمان اهتمام بقطاع الصحة مصر تقدمت باقتراح وتم تفعيله بعد ذلك بقامة أول اجتماع لوزراء الصحة لدول الكوميسا وتم إنشاء مكتب للصحة في سكرتارية الكوميسا وده طبعا كان كنعم من التعاطي بشكل إيجابي مع ما أفرزته جائحة الكورونا من تحديات والحاجة إلى مزيد من التنصيخ ما بين الدول الأعضاء وكذلك في مجال إنتاج الأدوية خاصة أيضا بعد إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية موسيقى